قبلوه معانا في المباشر سيحمة مرحبا بيك. مرحبا بيك اختي الغالية. شنا حوالك? مرحبا بيك يا سيدي احنا سعادة كل مرة تتواصل معانا بيش تواضحين الحكايات. العرس اللي العرس اللي طيشو في الملايين في القاعة شنية الحكاية? الحكاية ذيك فمي في بعضهم يدلو على بعضهم اختي الغالية. واحنا انا سيدي جاء انا احكيته قبل اي. انا راني مصور الفروحات الكبار انا في القروين. اي. وحكيته لك انا خبال اختي الغالية. فكرت ولي عمي. مذكر نذكر جوز تنفسره. لانو. اي. الفيديو هيدا عمال اعمال بوليميك. اي. 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 اولاد عام. ما هيش قابويز امويل. اي. 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 انا مش نخدم له دوره ولده. مش يرجعونه ماري. اي مش يرجعونه اختي الغالية. انا احكيته لك عديدنا في القروين. اراي نس ابعون بعضها. نس طرمي المش مفهوم كيفش واحد عنده عشرين مليون هكا الكارش يجي طياشهم في حفلة معناها. عادي ما يقلخوش ناس فلاحة تخدم في الفلاحة ناس تخدم في البني وحكيته معاك اختي الغالية. ناس ماهيش ماهيش ابو يضمين وماهيش كونترا وماهيش بالعقل. مم. ونعاون واشها تحية كبيرة لأهالي بوحاجلة ناس تخدم على الروحة. في بوحاجلة صارت الحكاية هداية. ناس رجال تخدم على الروحة ناس تكبر بفروحاتها وتعاون بعضها ولاد عم نستقف مع بعضها في الرمو واختي الغالية. معنا يا واحد يحطوله عشرين مليون مطالب يرجع عشرين مليون ولا يطالب اكتر يرجع عكس؟ عادي ما يقلقش هدا يرمى عشرين هما وفاميه رام. عادي في بعض. اه ولاد عم. هما يتعاني نستعاون. وثم شكون انا حكيته واذا الزويلي مش عرس ما عندوش اه. ما عندوش حق عرس. هاي. حق بيت نوب حق الزهب حق الزبيحة لنستعاونوا بالرموها ذاك. اه غلا. ايه ما هو لازموا يرجعوا هكا ولا معا من عاداتكم. شوف شوف اختي غالي انا حكيته قبل. تم شكون لي يرمى بالميتي تم رموه بالميتة عنا. يرمو له مليون زوز لغة ملايين ما يرجع لوس. اه. يتعاونوا بيها ذاك. مم. عنا عاداتنا ذيك فزلات في القروان. هاي. عاداتنا هذي. ما هيش شي بالحق. معناها اخطاني من عاملين لا ما حكينا عاملين. تنافسروا للناس اليوم اللي تحكي عالفيديو اللي انت صورته. الفيديو اللي موجود. اي فلا. الفيديو هذيك نفسروه للناس اكثر معانيتها. يعني رأى مية وعشرين مليون في عرس حاجة عادي جدا. عاملين حكينا على اربعمية مثلا. حاجة عادية جدا. احنا سنة في القروان ووصل حتى الهربعمية مليون ارمو. 400 مليون أقوى عرس هذا صورته في القروانة أقوى عرس في القروانة 400 مليون 400 مليون بعدها واحد في القروان يقول ان عرس تعمل لي فلوس كلمتر هكا ولا هاي تعمل علي فلوس كلمتر هاي لكي كل شي بالمكتوب بختي الغاني أكيد جدا هاي كل شي بالمكتوب لكن حاجة به يا برجة يعرس ويحي المشروع إن شاءنا نفيدكم في فرح كبير في القروان وتزوه وتعمله وتواكبه الحفل في اللايب وبش تفسره للعباد لأنه فما شكو قال إذيكم عائلة يبيضوا في الأموال فرقوا الأموال على بعضهم وجاءوا في عرس ورماوهم هذا الكلم اللي تقال إذيكم اللي يرموا في الفلوس رموا فاميليا وليد عم ونساب وأقرب نس تحب وتفرح لبعضها ونس تحب بعضها بتلقع إيه يرمى في الفلوس يتسمى عنا عبارة يتدل حلين الرمو يتسمى شكو مش يرمى أكثر من ولد عم فلوس واضح يا سيدي إن شاء الله أيامتكم يرمى عشرين مليون يتسمى عجزيه في ديزام سناب طولايف على صفحان تاني آه بلا عشرين مليون زي ما قدش يرجع له إذي يرمى عشرين مليون في عرس ممكن يرجع له مي وخمسين صحة وفرحة ليه يا سيدي صحة وفرحة شكرا على التوضيح سيحمة تحياتي لك وشكرا لك أحنا نوصل معكم ليقانا نخدمه بأول تونسية تفتح سالون حلاقة للرجال موضوع أثر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي نور ضيفتنا في المباشر والله العظيم ما نعرش معناتها كيفاش جدا